دكتور دكتورة مايا صبحي مساء الخير يا دكتورة مساء الخير احنا هم شوف بعد عشر دقايق والموضوع احنا النهاردة الغزو الفضائي حضرتك حتحطي السادة المشاهدين في لمحة بسيطة يقدروا يعرفوا منها ايه الحدوثة ديت نبتدي الاول باسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلامة سيدنا خطر مرسين سيد محمد الوالي وصحبه اجمال النقطة اللي انا عايز اقولها في بداية الكلم ان انا عارفة كويس اقول ان الموضوع ده صادم بالنسبة اللي ما عندوش فكرة وللأسف ان احنا تعودنا وخاصة يعني مش في الدول العربية في مصر بالاخص لان الدول العربية بقت اكثر يعني تقبولا للموضوع والدليل ان السعودية نفسها عملت مؤتمر للفضاء من حوالي سنة ونص وده بعد ظهور سرب من الاطباق طائرة عند برج السياعة اللي هو في مكة وقاعد فترة كبيرة والموضوع ده واتمنتشر في يوتيوب والمؤتمر اللي اتعامل علماء كبار من العالم ومن العالم العربي يعني من العالم الغربي والعالم العربي علماء معروفين وحضر فيهم علماء كبار جدا من الوطن العربي وكان من ضمن برضو منقلقى محاضرات بس هي المشكلة طبعا انا مش جايبة لان كل محاضرة فيهم تزيد عن الساعة لان هو المؤتمر قاعد حوالي ثلاث ايام لكن بسهولة ممكن يعني جميع الرافضين او جميع المتشككين يطلعوا اولا على هذا المؤتمر لان كان فيه كلام مهم جدا المشكلة النقطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة نقطة في غاية الاهمية وبداية انا اقول للناس اللي هي يعني هيحصل لها صدمة من الموضوع او عدم تقبل او رفض او كذا انا عارفة كويس جدا يعني اولا انا في الموضوع ده من زمين جدا واقول للناس اللي هي بتبعت مسلا اسئلة زي الاسئلة اللي جدت على موقع البرنامج ان ازاي انت بتتكلم في الحاجات دي وما تأذتيش انا يعني خلينا دلوقتي اه خلينا في الموضوع يعني النقطة لا النقطة اللي انا عايزة اتكلم فيها انا في الموضوع ده من زمين قوي اكي مش بشخصي وده عشان الازاء اللي بيفتح الملفات دي انا عايزة اقول لي احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حاجات كتير جدا وممكن افتح برضو آلاف المواضيع لكن انا مهم جدا ان افتح الموضوع ده فانه قد يشك ان يكون قريب والناس ما تعرفش عنه حاجة فعايزة السادة المشاهدين اللي ما عندهمش فكرة اطلب منهم يعني عندهمش فكرة عن هذا الموضوع اه ما عندهمش فكرة يعني فيه ناس كتير عندها فكرة مسبقة لكن فيه الغالبية ما تعرفش ما عندهش معلومات هذا الموضوع طيب الا من خلال الافلام ومن خلال ما قد خيال العلم واختبر افلام بس وبعض الاخبار عن ظهور الاطباق الطائرة والموضوع ده فانا بس يعني دي كلام مهم في الاول ان انا عايزة نبه الناس ان الملفين اللي بيتأذي اللي بيفتحهم هو ملف الفضاء وخاصة بعد يعني لو حد عد حدود حمرة معينة وملف التهجيم والملفين دول ان شاء الله هنفتحهم ملف الفضاء اشتغل فيه علماء يعني انت لي ميكون محصن نفسك وانا اللي اروح في الكزوز انا مثلا لا 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 هتفتحيهم ايه طيبة ده بيتأذو يعني دول الملفين الاسسين اللي تمت فيهم اذا تم فيهم اقتلات لا انا عايزة نبه الناس لحاجة ان فيه اشخاص قاعدة على النت واحنا عارفينهم قويس جدا والاشخاص دي اقل حاجة بيعملوها ان هم يسفهوا اللي بيفتح الموضوع ده وتيسفهوا باي طريقة يدعوا ان هو ايه التخريف ده ايه الجنان ده ايه مش عارف ايه فانا عايزة الناس تعرف ان الاشخاص اللي بتصر على كده غالبيتهم مش مش عن طريق عشوائي واحنا عارفينهم قويس جدا غالبيتهم مش عن طريق عشوائي انهم اي حد بيفتح بيتعرضوا خاصة لو حد تعرض لهم بتخصص مش بتخريفه ومش بإصارة شائعات بيتم التنكيل به ده يعني اول درجات يعني ابسط درجات الازم تنكيل به وعشان كده فيه علماء في العالم يعني فيه علماء طبعا في الغرب تحده المواضيع ونشروا حاجات كتير من ضمنهم مثل ديفيد ايكا فيه كتاب رهيب جدا ممكن يغير فكر البشر كلهم اسمه السر الكبير او السر الاعظم ومعظم اللي دخلوا في المجال ده عارفين الكتاب ده كويس وعارفين اللي فيه فيه علماء في الخارج كتير جدا حذروا من الغازو الفضائي وهوريهم كمان ان فيه معايا مثلا عالم كبير جدا وفائز بجائزة نوبل وحذر العالم ان امريكا بتعد لخديعة جزو فضائي ويا جماعة الكلام ده مهم جدا وهنقول مهم ليه لكن فيه علماء عرب اشتغلوا في الموضوع ده بتخصص وبطريقة رائعة على سبيل يعني المثال منهم دكتورنا الكبير قوي العظيم الدكتور رقوف عبيد الدكتور علاء الحلبي الدكتور هشام عبد الحميد الدكتور عبد الحاكم منصور وغيرهم 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 الناس دي عملت كتب متخصصة وترجمة واحنا ترجمنا حاجات كتير وقاعدنا نحاول نفاهم في الناس لكن للأسف يعني مش عايزة اقول لا يجرؤ او يعني الوضع العام لا يسمح ان احد يطلع عالميا يتكلم فيه نتيجة لانه عارف ردود الفعل كويس ويخشى التبعات اللي ممكن تحصل فيها تبعات اذا غير مدركة او غير متوقعة او غير معلوم حسابت اوكي فعشان كده انا عايزة اقول للناس يا جماعة لو سمحتوا تاخدوا الموضوع ده باهمية وبدون تنكيل وبدون رفض والموضوع ده ان شاء الله هنفتح كل قدلته العلمية وكل قدلته الدنيا من قرآن الكريم ومن الحديث الشريف ومن اقوال التابعين ومن علماء المسلمين هنفتح قدلته هنتناقش فيه بس لو سمحتوا بداية تحرروا تفكيركم انه محدش يجي يقول مش عارفة ارى كتاب كذا ملتزم به او الشيخ فلان قال كذا وبتاع محترامي للجميع محترامي للجميع لما ربنا سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون اهل الذكر كلهم فيه تخصصه كلهم فيه تخصصه مع الاحترام للجميع ويا حبازة لو كان اللي هو واخد في اتجاه علمي او اتجاه علمي بحسي مدلل يكون مرتبط بالقواعد الدينية لا تختلف مع القرآن والسنة وحديث القرآن والسنة فبداية الموضوع ده يمتد طبعا جدوره لألاف السنين فيما سبق ومرتبط بالحضرات القديمة لكن انا مهم جدا ان انا ابتدي من مرحلة معينة هي الهمة وبعدين نبتدي نرجع بقى للحضرات القديمة بس مهم الناس الاول تفهم ايه الموضوع يعني عشان ده السؤال اللي سألته من ربع ساعة بالزرع وانت بقى لي كل ساعة بتتكلم في موضوع تاني ايه انا بنبه الناس عشان نقول بقى فالنقطة ان انا عايزة ابتدي لهم من فترة في بدايات القرن التسعة عشر من ألمانيا وقبل ظهور النازية ان كان فيه طبقات من اللي هي الطبقة البافرية العليا اللي هي كانت لها اصلا اصول في الماسونية هنتكلم عليها بس اهم حاجة طبقة البافرية دي كانت مجتنعة ان اصولها من اصول تسمى ارية والجنس الاري ده هنتكلم عنه ان الجنس الاري ده جنس جوف ارضي وهنفتح بعد كده بعد ما نتكلم عنهم موضوع ارضنا المجوفة وموضوع اجناس جوف الارض وما حقيقاتها بالتفصيل النقطة ان مجموعة الطبقة البافرية دي كونت مجموعة زاد طابع عنصري شيطاني يعني هي كانت ايه كانت هي اساسا من عبدة الشيطان بس كونت مجموعة سمتها مجموعة فريل مجموعة فريل دي جمعة فريل مجموعة فريل مجموعة فريل دي وعملوا ليهم قلعة خاصة في ألمانيا ده كان بداية قبل النازية قبل ما يظهر الاتجاه النازي مجموعة فريل دي جمعت كل الطبقة بتاعة العلماء في ألمانيا بتاعة رجال السلطة في ألمانيا بتاعة الاعلام والمشاهير بحيث ان هم يكونوا وحدة وحدة تستطيع ان تتغلب او تستطيع ان هي تنمو للتجلب على العالم فيما بعد بأمور وسطت ليها ايه الأمور وسطت ليها ايه بقى الأمور اللي هي وسطت ليها دي الطبقة دي بترجع أصولها للقرن السبع عشر تتبعوا حاجات مهمة جدا خلال بعثاتهم وكان في علماء لهم بعثاتهم كانت تتبعوا ان فيه أثار لكائنات أكثر منا تطورا وخاصة ان كان فيه أصلا مركبة فضائية وجدوها في القرن السبع عشر بالتحديد في عام الف سبعمية واثنشر في منطقة في منطقة اللي هي تسمى دلوقتي أفغانستين في أسيا فلقوا مركبة فضائية قديمة وهم ما كانوش يعرفوا دي ايه طبعا وبعدين لقوا بعض أثاروا لقوا حاجات في أفريقيا المهم الطبقة دي قاعدت تتتبع المشاهدات دي وفي نفس الوقت قاعدت تحاول توصل لمين أصحاب الحضارات دي وكيفية الوصول لهم وكيفية الاستعانة بهم ويعتبر ان دول طبعا أرقى من البشر النقطة ان فيه يعني هم عندهم قناعة ان يولد غير الإنسان حضارة الأخر غير الحضارة الإنسانية موجودة وبدوروا عليها وان الحضارة دي أكثر تقدم وهم لهم علاقة بصورة الأخرى بشيطان في عبادة الشيطان مهم انه هو باختصار عبر قرنين حاولوا بشتى طرق انه هم يوصلوا لايه نوعية الحضارة دي لغاية ما وصلوا في بدايات القرن 19 يعني خاصة في بداية سنة من 1912 واثنين لألف ثمائة وثلاثتاشر وصلوا لاتصالات والاتصالات دي كان لها تقوس بتتم في قلعة فرال التقوس دي كانت يعني تقوس معينة أخدوها كثير منها تقوس شيطانية وكان بيتم فيها يعني والحاجات دي على فكرة جماعة موثقة وكان بيتم فيها أطحيات وكانت الأطحية من الأطفال وبتقتل بطريقة معينة في الصدر المهم انه هم توصلوا لانه هم يعملوا اتصالات معا كائنات جوف أرضية والموضوع كائنات الجوف أرضية هنفتحه بالتفصيل ابتدى المخضوع دي يتدرج لغاية ما وصلوا لنوعية الكائنات اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي ما يدعب الجريز أو الرماديين وهنعرف مين هم الرماديين دول بالزبط الرماديين هم اللي حولوا لما لقوا الطبقة البفارية دي مجتمع حولوا انه هم بعد الاتصالات اللي حصلت وهنشوف على فكرة كل وسائق دي وكل الخرائط وكل التقنيات اللي بعد كده خدوها بالمساعدة مع هما الجريز أو الرماديين وهنعرف مين هما الجريز أو الرماديين بس هي النقطة ان المجموعة دي أسست ما يسمى بعد كده بالنازية وتم اختيار هتلر على فكرة بناء على تقوس برضو ما كانش اختيار مثلا عشوائي تم اختيار هتلر والتعاون اللي تم بين الرماديين وبين المجموعة البفارية دي أو مجموعة فرال تم بناء على ان هم يملكوا سلطة العالم أو يستولع العالم من خلال ألمانيا المهم ابتدى بعد كده الكلام ده طبعا أنا عارفه يعني أنا قلت الكلام ده في البداية الكلام ده ممكن يعتبر صادم بالنسبة للناس بس الكلام ده هو الحقيقة الحقيقة اللي عميت عن الناس وهنا نشوف وصلا يلا بس عشان ما تعيش الكلام لا عشان فيه ناس هتقول مثلا ملكش دعوا بيهم ربنا يسمحهم ابتداء من عام 1933 ابتدت ألمانيا تنفذ كثير من التقنيات اللي تم تبدلها مع الجريش دول رمضيين كان من ضمنها أو كان من نتائجها إن ألمانيا سبقت العالم في الفترة دي بما يعادل مئة سنة قدام يعني وصلوا لنظام صاروخي متطور وصلوا حتى طائرات بدون طيارة على فكرة كاتلدة ألمانيا ونعرف ليه تم الحجب على الحاجات دي وصلوا بقى تدرجوا 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 لغاية ما وصلوا لتقنية الأطباق الطائرة من الكائنات دي واللي اشتغل على المشروع ده علماء كبار عظماء كم منهم علم كبير جدا اسمه فيكتور شوبرجر فيكتور شوبرجر قاعد فترة طويلة عشان يفهم إيه تقنية الأطباق الطائرة وتقنية الأطباق الطائرة مش حاجة يعني اللي هي مستحيلة أو كده هي مجرد معرفة فكرة إزاي إن أنت مع الحجم دو يعني نوعية التركيب نفسه نوعية المعادة نوعية الموتور نفسه والموتور دلوقتي إحنا يعني بعد طبعا ما ظهرت الوسائق دي تقول لحاجات الجديدة اللي هنتكلم عليها الموضوع بسيط جدا الموضوع مش مستحيل لكن هي تقنية تعتمد على الأفكار على إيه؟ على الفكرة نفسها الفكرة نفسها في تكوين محرك الطباق الطائرة وكيف هيستطيع هذا الطباق الطائرة إنه هو يصير بسرعة مثلا تتعدى 3000 كيلو في الثانية وإن ما يحصلش 3000 كيلو في الثانية يعني إيه؟ أيوة في الثانية؟ أيوة الأطباق الطائرة بتتعدى السرعة ديت زاد إن هي هنفصل كل كلام ده زاد إن هي تقنية التخفيز زي بتاعة الأطباق الطائرة طبعا إحنا بالنسبة مثلا عندنا مشكلة في طائراتنا النفسة اللي هو العزم مثلا الخارجي مع العزم الداخلي اللي هو بيمثل أو بيبقى بيدلل عليه بالجي مثلا على البصدق مثلا طائرات النفسة الحربية بتعاني من المشكلة ديت إن إحنا عندنا فرق مثلا كل موديل عن التاني اللي هو مثلا ده بيستحمل غات جي فور ده بيستحمل غات جي سيكس اللي هي العزم الداخلي على جسم الطائرة لأنك لما تطير بسرعة ضغط بليت فالضغط مع الجسم وممكن إن هو لو ما فيش حسابات لديه تقوم من فجرة الطائرة من جواه فطبعا طبق طائر بيطير بالسرعة دي لازم يكون فيه حسابات للموتور حسابات للعزم حسابات لخامة الطبق الطائر نفسه وللشكل بتاعه بالزبط الموتور بتاعه عشان كده إحنا المرة اللي فاتت لما بتدينا الكلام على الطاقة وبتدينا نتكلم على طاقة الفورتكس اللي هي طاقة دوامية الأطباق الطائرة بتعتمد على طاقة الفورتكس أو طاقة دوامية اللي هي بتعمل دوامة ودي تعتمد على الفكرة ما تعتمدش على التقنية الحديثة عشان كده هي موجودة من زمين بتعتمد على طاقة دوامية أو طاقة الفورتكس ودي بتضد القوة الجذب الأرضي بيستخدم فيها برضو حاجة زي السواء الممغنطة وسواء الممغنطة على فكرة أنا شرحت يعني ممكن أجيب شرحها بالكامل وإزاي بتتعمل فدي طبعا السواء الممغنطة ممكن تلغي حاجات كتير جدا جوه الموتور الجسم بتاعها في أجزاء من معادن هنتكلم عليها وفي أجزاء معمولة من الماغنيسيوم النقي الماغنيسيوم النقي لا يوجد بوافرة في سطح الأرض لكن هو فيه برضو فيه في الطبقات الداخلية موجود بوافرة ويشمل خصائص معينة المهم اللي أنا عايز أقوله أن فيكتور شوبرجر كان من كبار العلماء اللي اشتغلت على تقنية الأطباق الطائرة وتم تصنيع الأطباق الطائرة بالفعل يعني معنى أنه نشتغل أنه قابل للنازد أيوة مهمة المجميع دي تعاملت خلاص رسميا مع الحكومة النازية وتعاملت مع هتلر وممكن نجيب مثلا لصور بتاعة هتلر والكائنات الفضائية لأنه هم بعد ما عملوا اتفاقيات معه يعني أخذ مثلا صور هتلر لأنه هم استضفوهم كمين في قاعدة نورمان العسكرية أيوة دول الجريس دول هنتكلم عليهم كمان شوي بس المهم أنه هم استضفوهم في قاعدة نورمان العسكرية وده كان احتفال موثق في قاعدة نورمان العسكرية وتعاملوا معهم بصورة رسمية وأخذوا منهم تقنيات في سبيل بعض المصالح اللي احنا برضو هنتكلم على إيه اللي كانت تباقي دول بتاعها دي صور حقيقة على فكرة مش معمولة في التوشوب هم تعاملوا مع الجريس أخذوا منهم تقنيات كتير زي تقنيات الصواريخ وكان بدايات على فكرة التقنيات النوية ألمانيا صنعت الأطباق الطائرة وكان من أحد أهم الأنواع اللي صنعتها ألمانيا نوعين اسمهم فيرال ودينا الصورة الأولانية خالص بقيا لا القابلة ديت هم دولة فيه كمان صورة الأنواع يعني هنيبوا وفريل كان فيه فيرال وان وفريل تو كان فيه كذا موديل من فيرال دي الأطباق دي ماخدوهاش منهم دي ألمانيا صنعتها صنعتها قبل نهاية الحرب الألمانية التانية ملحيوش يستخدموه اه وهنشوف يعني أنا نفسي إيه إنهنا بعد ما نخلص يعني أنا عايزة أشرح للناس الموضوعين وبعدين هنشوف فيديوهات بقى فيها كل الوسائق هنشوف استخدام الأطباق النازية في نهاية الحرب العالمية التانية وعلى فكرة دي كمان موثقة بمقالات المقالات الأمريكية الرسمية إنه هما استخدموا حتى كانوا مسمينها إنه هي آلة حربية كأنها كرات من النار إنهما كنوش يعرفوا يعني أطباق طائرة ألمانيا استخدمت الأطباق الطائرة في نهاية الحرب العالمية التانية بس كانت لسه في حيز تجريب لكن هنشوف بقى فيديوهات عن البرنامج السري للرايخ السيلس وهتلر والقواعد اللي اتعملت والبرنامج الفضاء بالكامل شامل الصواريخ وشامل نوعية القنابل اللي ألمانيا وصلت لها وشامل الوسائق العلمية والتصميمات الكاملة بتاعة محركات الأطباق وكل إثباتات المهم كانت الأطباق النازية في يعني استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نوم راه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر وبس تحتيه ألف من العملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش موافق عتقان معهم وتم خطفه وتم عزله كمان أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجرى فيها اللي هي بدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نوائي بتاع عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوها تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد احنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألم وكل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأكبروا الناس دي أنه يتعمل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم وعملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم أن مخبرات الدول الكبرى كانت تمثل دول الحلفاء وخاصة أمريكا، بريطانيا، أمريكا، بريطانيا، روسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية جماعة شوية على 51 يعني هذه منطقة 51 كمان الدليل على أن نقول بعد كده زي المنطقة دي التبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر أن المسيخ الدجل حر وأنه يقود لحكومة العالم الخافي نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمع كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية أنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة في جوف الأرض عملوا جيش كامل تحت كمان قد مخابرات الروسية والمخابرات الأمريكية وزي ما قلنا قوات الحلفاء عملوا تعحد أن هذا الموضوع يخفى تماما على العالم لحين الوصول لأساسياته وإيه اللي وراه وكذا 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 كانوا عايزين يعرفوا إزاي ألمانيا وصلت لهذا التطور وما هي الخرائط وما هي التعامل مع هذه الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة جبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا أنه تم أخذ الوصائب دي خبوا عنهم خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف بالعالم حاجة عنها حاجة عنها